أكد المشاركون في جلسة لجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطني أن إصدار قانون حرية تداول المعلومات ضرورة للقضاء على الشائعات جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الأولى للجنة حقوق الإنسان والحرية العامة ضمن المحور الثياسي بالحوار الوطني من جانبها أكد عماد الدين حسين عضو مجلس الأمناء أن هذا القانون سيكون أداة مهمة للكشف عن المشكلات أولا بأول في مهدها مما سيسمح بمعالجتها قبل تفاقم وكذلك سيساهم في جهود مكافحة الفساد